سقبل المهندس طارق المولى وزير بطرور والثلوة المعدنية السيد عارف محمود نائب الرئيس التنفيذي لشركة بطروناس الماليزية للتكرير والتصنيع والسيد أنوار طيب نائب الرئيس التنفيذي للبحث والاستكشاف والسيد أبو فطري عبدالجليل الرئيس التنفيذي لبطروناس مصر للعمليات في هذا اللقاء تم استعراض لانشطة الشركة في مصر وأيضا الخطط الاستثمارية في الفترة القادمة والمشروعات التي تتم تنفيذها في مجال إنتاج الغاز أيضا في هذا اللقاء تم استعراض لبرنامج الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة تحديات المستقبل وتم تأكيد على التزام قطاع البترول بالانتهاء من سداد باقي هذه المستحقات لشركات الأجنبية مع نهاية عام 2019